دعا البيان الختامي لاجتماع قادة دول منظمة شانجهاي للتعاون إلى رفض العقوبات الوحادية التي تقوض التجارة العالمية وأشهد رئيس فلاديمير بوتين بزدياد تعامل دول منظمة شانجهاي للتعاون بالعملات الوطنية مشيرا إلى أن 92% من النشاط التجاري بين روسيا والدول الأعضاء يدار بالروبل الروسي وعملات الأعضاء كما أكد دول المنظمة التزامها بحل الخلافات بين الدول بالطرق السلمية دعوات ومطالبات شهدتها قمة قادة منظمة شانجهاي للتعاون في إعلان أستانا حيث دعا البيان إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتكثيف الجهود لتحقيق السلام كما عبر القادة في المنظمة عن معارضتهم للعقوبات الوحادية التي تقوض التجارة العالمية أضف إلى ذلك اعتبرت منظمة شانجهاي للتعاون إنشاء أنظمة الدفاع الصاروخي من قبل دول فردية أمرا غير مقبول وخطيرا على الأمن الدولي كما أكد قادة الدول في المنظمة على أهمية تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني كما أعلنت دول منظمة شانجهاي للتعاون تأييدها للإصلاح الشامل للأمم المتحدة من أجل تعزيز سلطتها وأكدت المنظمة استعدادها لمكافحة مخاطر استخدام التكايل الصناعي بشكل مشترك بين الدول العضاء أكد رئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يأخذ مقترح المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب بشأن وقف الحر في أوكرانيا على محمل الجد اشتركوا في القرآن في أكثر من هذا الحقيقة أشتركوا في الوضع قبل أنه يقوم بشأنه بالتعادة وهذا هو أكثر من الأمر لكنني لا تنمنعون أنه يقولون هذا إنقرنا ومتنع هذا فقط الآن يمكن أن يقوم بتقيم حاجة إهداء ، فإن تستطيع أن يأتي اية حاجة وفقد هؤلاء الجانبية لا يمكن نسيجه. لقد عمله. ثم نسيجه استطيع أن نستطيع أن يكمل هذا زرية فلنبط ولكن يستطيع أن يستطيع الاجتاء سوف نتجارة الإنسانات الأبوات التي تحسب على المطارع على الجميع. من سمع صفحتنا على أن جنبان فرصة تناعي بدفع هذه الألقاد التي يجب أن يكون طريباً ويجب أن يكون على المتنجات الجميع. روسي خلال الليل واضافت ان الدفاعات الجوية الاوكرانية اسقطت طائرات مسيرة فوق ستة مناطق في شمال ووسط اوكرانيا وقال حاكم منطقة تشيرنيهيف شمال البلاد ان واحدة من الطائرات المسيرة قصفت منشأة في المنطقة دون ذكر المزيد من التفاصيل دعا الرئيس الاوكراني فلودمير زيلينسكي الرئيس الامريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترومب لعرض خطته لانهاء الحرب مع روسيا بسرعة وفي مقابلة مع بلومبرغ قال زيلينسكي اذا كان ترومب يعرف كيفية انهاء هذه الحرب فعليه ان يخبرنا اليوم ما اذا كانت هناك مخاطر على استقلال اوكرانيا او اذا كانت ستفقد الدولة لكي يكونوا مستعدين لذلك انضمام اوكرانيا الى حلف الناتو قد يكون خطيرا هكذا عنوانت صحيفة بوليتيكو مقالها في القمة المقبلة للحلف في واشنطن مناقشات ساخنة بشان امكانية انضمام اوكرانيا الى عضوية حلف شمال الاطلسي في المستقبل تدور داخل اوساط الناتو قبل قمة الحلف المقبلة في واشنطن صحيفة بوليتيكو عنوانت في مقال لها تحذير من خبراء من ان الجسر بين اوكرانيا وحلف شمال الاطلسي قد يكون خطيرا حيث داع العشرات من خبراء السياسة الخارجية من اعضاء الناتو الى تجنب التقدم نحو عضوية اوكرانيا في القمة محذرين من ان ذلك سيعرض الولايات المتحدة وحلفائها للخطر ويمزق التحالف وتقول المجموعة بحسب بوليتيكو انه اذا تم قبول اوكرانيا فان قيام روسيا بمهاجمة اوكرانيا في المستقبل من شأنه ان يؤدي الى تفعيل المادة الخامسة من الحلف والتي تدعو الحلفاء الى الدفاع عن العضو الذي تعرض للهجوم وجاء في الرسالة التي حصلت عليها الصحيفة انه كلما اقترب الناتو من الوعد بانضمام اوكرانيا الى الحلف بمجرد انتهاء الحرب كلما زاد الحافز لروسيا لمواصلة خوض الحرب وبحسب بوليتيكو وفقا لاستطلاع للرأي اجراه المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية فان اثنين وعشرين في المائة فقط من الاوكرانيين يؤيدون قبول عضويات الناتو مقابل التخلي عن الاراضي التي تحتلها روسيا بينما يعارض واحد وسبعين اخرين مثل هذه الصفقة تلاح مدمر تقتنيه تسع دول فقط هي روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكوريا الشمالية والصين وباكستان والهند واسرائيل منذ استخدام القنابل النووية للمرة الاولى في نهاية الحرب العالمية الثانية حددت معاهدة منع انتشار اسلحة الدمار الشامل الدول المسموحة لها باقتناء هذه الترسانة تتقاسم الدول النووية ثلاثة عشر الفا وخمسمائة رأس اذ تمتلك موسكو وواشطن وحدهما تسعين في المئة من الترسانة النووية في اوائل الستينات طورت واشطن بروتوكولا يركز على حصر سلطة اتخاذ قرار استخدام الاسلحة النووية بالرئيس وعدم استخدامه ضد الدول غير الحائزة له عقيدة روسيا النووية تستند على مبدأ الردع ولكن عام 2020 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة حددت استخدام النووي عند اطلاق صواريخ باليستي ضد البلاد واستخدام الخصم السلاح النووي ومهاجمة موقع نووي روسي او تهديد وجود الدولة على عكس روسيا والولايات المتحدة تعتقد الصين ان الاسلحة النووية ذات فائدة معينة وحددت بروتوكولا ينص على ردع الاعداء عن شن حرب النووية وتقييد نطاق العمليات العسكرية ومنع انتقال الصراع الى المستوى النووي ولم تتغير المبادئ الرئيسة للسياسة النووية البريطانية منذ ان حددتها المملكة عام 2006 وتتلخص في ان هذه القوة ليست مصممة للقتال بل لمنع هجوم النووي ومنذ ان اصبحت القوة النووية الرابعة بعد الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا اصرت فرنسا على استقلالية قرارها النووي ولم تضع قواتها تحت تصرف الناتو واكدت القدرة على استخدامها لمواجهة الخصوم في يناير عام 2003 اصدرت الهند عقيدة رسمية تنص على ان القيادة السياسية المدنية تتخذ قرار استخدام النووي للرد على اي هجمات تستخدم اسلحة كيموية وبيولوجية الجارة باكستان تهدف عقيدتها لردع اي عدوان هندي نووي محتمل ومنع انتصار نيوداله في حال نشوب حرب ورغم عدم افصاح قيادة كوريا الشمالية عن عقيدتها النووية فان من دوبها في الامم المتحدة اعلن عام 2016 ان استخدام سلاح الدمار الشامل يتم اذا تعرضت سيادتها للتهديد اما خيارات استخدام اسرائيل للنووي فتبقى محدودة بحكم الموقع الجغرافي المجاور لخصومها في الشرق الاوسط